اوكلت الحكومة في كابك مهمة اقتطاع مبلغ مليون وثلاثمائة الف دولار في موازنة عمل الجمعية الوطنية في كابك إلى رئيس الجمعية جاك شانيو وبعد أسبوع من التفاوض توصل الحزب الليبرالي والحزب الكبكي وحزب التحالف من أجل مستقبل كابك إلى اتفاق لزيادة النفقات الخاصة بأحزاب المعارضة لتسديد نفقات الباحثين وموظفي الدعم في الجناح البرلماني للحزب الكبكي وحزب التحالف من أجل مستقبل كابك بالمقابل يتوجب على رئيس الجمعية الوطنية جراء اقتطاعات بموازاة ذلك كي لا يتكبد المكلف أي زيادة إضافية وبموجب الاتفاق سيتمكن الحزب الكبكي من الحصول على مبلغ أربعة ملايين وثلاثمائة الف دولار لنوابه وعددهم ثلاثون نائبا أي بواقع مئة وأربعين الف دولار لكل نائب أما التمويل الخاص بحزب التحالف من أجل مستقبل كابك فسيرتفع من مليون وسبعمائة الف دولار إلى ثلاثة ملايين ومائة الف دولار علما أن عدد النواب في حزب فرانسوالوغو يصل إلى 22 نائبا أظهر تقرير المدقق العام في الحسابات ميشال سامسن أن حكومة بولين ماروى لم ترسم صورة صحيحة لوضع المالية العامة فوفقا لما رشح عن التقرير الذي سيكشف عنه المدقق العام اليوم الثلاثاء اتضح أن العجز المرتقب في الموازنة للعام المقبل سيصل إلى 5 مليارات و480 مليون دولار في حين أن وزير المالية السابق نيكولا مارسو كان يتوقع عجزا بقيمة مليار و750 مليون دولار للعام 2014-2015 وتبين من خلال الخطوط العريضة لتقرير المدقق العام أن نمو النفقات الحكومية سيناهز 6.7% بدلا من 1.8% بحسب توقعات مارسو الجدير ذكره هو أن موازنة نيكولا مارسو لم تكن تشمل تفاصيل نفقات الوزارات التي كان من المرتقب أن تعتمد في تموز جوية أي بعد تاريخ الانتخابات إنما بناء على تقرير سامسون فأن كل الجهود الرامية إلى التوصل إلى الأهداف المنشودة لجهة النفقات كانت واضحة منذ شهر 22 نوفمبر 2013 أكد زعيم حزب التحالف من أجل مستقبل كابك فرانسوال لغو أن التهميش يهدد الحزب الكابكي مؤكدا بالوقت عينه أن الحملة الانتخابية المقبلة ستنحصر بين الحزب الليبرالي في كابك وحزب التحالف من أجل مستقبل كابك وجاءت تعليقات لغو بعد ظهر أمس الأثنين في أعقاب نشر نتائج استطلاع للرأي العام أجرته مؤسسة كروب وتبين من خلاله بأن أقل من ثلث فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما يرغبون في التصويت لصالح استفتاء حول انفصال مقاطعة كابك عن كندا وبأن 70% سيصوتون ضد الاستفتاء وتبع لغو قائلا أن السباق لزعامة الحزب الكابكي سيساهم في تراجع رصيد الحزب لأن المرشحين لخلافة بولين مروى سيحاولون المزايد على بعضهم البعض على جبهة الانفصال بمحاولة للوصول إلى زعامة الحزب مما قد يكون له انعكسات سلبية اقترحت حكومة فيليب كويار تمديد الزيادة على رواتب الأطباء على مدى 10 سنوات بدلا من 15 عاما كما كانت تدعو إليه كابك في بداية المفاوضات وفي ردود الفعل رفض اتحاد الأطباء العامين واتحاد الأطباء المتخصصين هذا العرض يفضل وزير التعليم في كابك إيف بولدوك اعتماد المقاربة المرينة والمتسامحة إزاء المدارس اليهودية التي لا تحترم قوانين التعليم المعمول بها في مقاطعة كابك وذلك على الرغم من الاتهامات القاسية بحق وزير التعليم من قبل النائبة عن حزب التحالف من أجل مستقبل كابك ناتالي روا فقد عاد ترواء لحث الوزير للتصرف بسرعة للاقتصاص من المدارس اليهودية الخمس في مدينة موريال والتي لا تحترم المنهج التعليمي في كابك على الرغم من التحذيرات والإنذارات المتكررة من قبل وزارة التعليم نعيد التذكير أن الرخص والمساعدات المالية الحكومية لتلك المدارس تم تجديدها عام 2013 لمدة خمس سنوات من قبل وزارة التعليم وذلك دون التزام المدارس باتباع الشروط المفروضة بما في ذلك الاحترام الكامل للنظام التعليمي وأشار ترواء كما فعلت قبلها النائبة عن الحزب الكبكي نيكول ليجي إلى مقالة نشرتها صحيفة لودوفوار في عددها الصادر أمس الاثنين تأتي على ذكر تصريحات للناطق بلسان تحالف المنظمات اليهودية الحسيدية في أترمو أليكس ويرزبرغر الذي يرفض رفض ناقات عن تدريس العلوم في المدارس اليهودية وكذلك الأمر بالنسبة لدروس المناقبية والثقافة الدينية والمدرجة في الحصص الإلزامية في النظام التعليمي في كيبك اعترفت فرانس ميشو المسؤولة السابقة عن التمويل السياسي في شركة الاستشارات الهندسية روش أمام لجنة شاربونو بأنها لعبت دورا مهما في إطار نظام التمويل السياسي السري للشركة مؤكدة ما ورد من معلومات على لسان زميلها السابق أندري كوتي أمام اللجنة ذاتها وأكدت الشاهدة أنه لم يكن يوجد أي علاقة بين المساهمات المالية للأحزاب السياسية والعقود التي تمكنت شركة روش من الحصول عليها بواسطة طلب العروض أو المناقصة قام مجلس وضع المرأة بتعديل موقفه من خلال المطالبة بإصلاح القانون الخاص بالأسرة في كيبك سعيا وراء أعطاء شركاء المساكنة الحقوق نفسها التي يتمتع بها الأزواج بحال الانفصال خصوصا فيما يتعلق بالنفقة وتقاسم الممتلكات نعيد التذكير أن مجلس وضع المرأة عاد عن موقفه السابق الذي كان يعترض من خلاله على توفير المزيد من الحقوق لشركاء المساكنة بسبب التغيرات التي طرأت على صورة الأسرة الكيبكية خلال السنوات الثلاثين الماضية وأكد المجلس أن ثمانية وثلاثين بالمئة من الأشخاص هم في عداد شركاء المساكنة اليوم في مقاطعة كيبك مقارنة بنسبة ثمانية بالمئة عام 1981 وبأن ثلث الأطفال مولودون في هذا النوع من الشراكة بين الرجل والمرأة في الخبر الأخير عمدت وزارة النقل في كيبك إلى أطلاق طلب عروض جديد سعيا وراء شراء وصيانة 37 كاميرا رادار مع التذكير أن الدعوة السابقة لتقديم الطلبات لم تفضي إلى نتائج المرجوة وفقا لتوقعات الحكومة حيث لم تظهر سوى شركة السجئي اهتمامها بالحصول على العقد من أصل أربع شركات كما اعتبرت الوزارة أن التفاوت بين التقديرات والكلفة الفعلية كان مرتفعا جدا ومن أجل دفع الشركات الأخرى إلى تقديم عروض بهدف الحصول على العقد قبل التاريخ المحدد أدخلت الوزارة عدة تعديلات على طلب العروض المرتبط بـ 18 كاميرا رادار متحركة 6 كاميرا رادار ثابتة و13 جهاز للمراقبة على الإشارات الضوئية مع هذا الخبر ينتهي الموجز شكرا للمتابعة